اشتركوا في القناة والقمر الاستناعي كان التقس قليل الصحب في كامل مناطق البلاد باش يتواصل التقس بقية هذا اليوم قليل الصحب درجات الحرارة لهذه الليلة باش تتراوح بين 19 و24 درجة في الشمال والوسط تكون بين 24 و28 ببقية الجهات وتكون في حدود ل20 درجة بالمرتفعات وتوصل ل30 درجة بالجنوب غدوة ان شاء الله التقس باش يكون قليل الصحب مع هبوب رياحة بالجنوب تكون متيرة لدواوير رملية واتربة وتوصل سرعتها 60 كم كيف كيف درجات الحرارة باش تعرف ارتفاع ملحوظ نتيجة لوصول كتل هوائية الصحراوية تكون في حدود 39 درجة في كل من تونس وبنزرد 33 بنابل 42 بزاغوان 43 بباجة 44 بجندوبة 43 في كل من الكيف وسليانا 39 في سوسة 40 في المستير 36 بالمهدية 45 في القيروان 43 في سيدي بوزيد 40 في القصرين 39 في سفيقس 44 في قيبس 47 في مدين 45 في تطاوين 45 كذلك في الرمادة 46 في برج الخضرة 46 في قبلي 47 في توزر و44 درجة بقفصة بالنسبة للملاحة والصيد البحري في خليج تونس ومنطقة سيرات الريحة تكون شمالية غربية فجنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 15 و25 عقدة تتقاوى فعليتها اخر انهار وتكون بين 25 و35 والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب اما في خليج الحمامات وخليج قيبس الريحة تتواصل جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 15 و25 عقدة تتقاوى فعليتها في اخر انهار وتكون بين 25 و35 عقدة والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب ناخد فكرة مبعضنا بالنسبة للبلدان العربية والاوروبية نويقشة 33 الدار البيضاء 23 الريبات 22 درجة والطقس يكون ممتر 30 بالجزائر 37 في ترابلس القاهرة 37 كذلك المدينة المنورة 45 درجة ومكة المكرمة 44 درجة الدوحة 41 أبوظبي 39 تقس مغيم بالكويت وتوصل 46 درجة دمشق 36 تقس صافي ببيروت 31 درجة عمان 36 بغداد 44 و33 درجة بالقدس الشريف بالنسبة للبلدان الاوروبية استنبول 26 درجة مع بعض الصحوب العابرة تقس ممتر بموسكو 26 أثنى 32 وتقس يكون صافي فيينا 23 روما تقس صافي 27 أمستردام 21 وتقس يكون ممتر برلين 18 وكوبنهاجن 21 درجة لندن تقس ممتر 19 أمتار عدية ببريس 19 جناف تقس ممتر 21 ستوك هولم 21 مع بعض الصحوب العابرة أمتار عدية ببروكسيل 18 درجة مرسيليا 24 تقس مغيم بمدريد 20 درجة وتقس ممتر بلاشبونة وتوصل 21 درجة ناخدوا فكرة مبعضنا على حوال التقس بالنسبة للليامات الجاية يوم الخميس إن شاء الله درجة الحرارة بشتعرف انخفاض طفيف في جهة الشمال ومناطق الساحل توصل بين 32 و37 درجة وبين 42 و46 ببقية الجهات وتوصل 48 درجة بالجنوب الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون قوية قرب السواحل ومثيرة لدواوير رملية محلية بالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات البحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب في كامل مجالاتنا البحرية يوم الجمعة درجة الحرارة بشتخافض على نفس المستويات في الجنوب مع ظهور رياح الشريلي انخفاض طفيف في الشمال والوسط والتقس يكون قليل السحب الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقية بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ومثيرة لدواوير رملية بالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق البحر يكون مضطرب بشمال وشديد الاضطراب بسواحلنا الشرقية أوقات الشروق والغروب الشروق ان شاء الله غضوة يكون على الساعة الرابعة وتسعة وخمسين دقيقة والغروب على الساعة السابعة واربعين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تتنجم تزور الموقع الخاص للمعهد الوطني للرصد الجوي www.metew.in نجم تبعطوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا بالموازع الصوتي 88-40-4 أسفار وتصبح على خير وصهرية ممتعة للجميع على قناتنا ترجمة نانسي قنقر